هذه أبرز العنوينة جوزيف زينباور يتوصل إلى اتفاق مع نادي سعودي لتدريب الفريق انطلاقا من الموسم المقبل الاتحاد الإسباني يصدم جامعة القجاع بخطوة مفاجئة وتخطف موهبة جديدة لصالح منتخب الارخا بعد لمينيا مهلا عموتا يوقع عقدا رسميا يمتد حتى عام ٢٠٢٦ مع نادي الجزيرة الإماراتي أولتراس عسكري محمل مسؤولية إخفاق الجيش الملكي لرئيسه المنتدب الأيوبي تجرأ على الاستضام باللعبين وخلخال الاستقرار في الفترة الحساسة كتف تقرير صحفي أن الألماني جوسيف زينباور مدرب نادي الرجاء الريدي توصل إلى اتفاق مع نادي الوحدة السعودي لتدريب الفريق انطلاقا من الموسم المقبل أكدت قنوات الكأس القطرية أن نقل المصادر الخاصة الوحدة السعودي يتفق مع الألماني جوسيف زينباور مدرب نادي الرجاء الريدي لتدريب الفريق الأول خلف للمستقبل اليوناني جوسيسو دونيس ويشار إلى أن جوسيف زينباور قد فريق الرجاء الريدي لتحقيق الثنائية خلال موسم المنصرم لعب التجويجي بلقب البطولة الاحترافية إنوي وكأس العرش كشفت المصادر المقربة من اللعب المغربي الشاب أدم أزنو موهب جباين ميونخ صحة الأنباء المتداولة حول تراجع اللعب عن تمثيل المنتخب المغرب وذلك بعد قرار استبعاده من المجموعة التي ستشارك في أولمبيادي باريس 2024 أوضح المصدر ذاته أن قرار المدرب طريق السكتوي بعدما يستدعى أزنو المشاركة في الأولمبيادي زاد من صدمة اللعب الذي شعر بالإحباط بعد عدم مشاركته أيضا في مونديال ناشئين 2023 مع المنتخب المغربي وأشارت المصادر إلى أن أزيد زادت الشكوك حول تلقي اللعب والدها دعوة مفاجئة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم لحضور مباراة المتدور أمام ألمانيا في ربع النهائي البطولة اليورو التي فزبت بها إسبانيا ذكرت المصادر أن إسبانيا فور علمهم بقرار مدرب طريق السكتوي بعد رشب دعوة أم أزنو ووالدته وهو بالطبع حضورهم بالفعل لدعم المتدور أمام ألمانيا أضافة المصادر لإسبانيا على إسبانيا تخاطط لرد الضربة باستعادة أدم أزنو خرج أكاديميات لماسيا بعدما أقنعه المغرب بتمثيل رفقة عبدالصمد زازولي إلياس أخماش وشادر يدوى إبراهيم ديازة وأكدت المصادر وفق ما كتبه موقع الكرة أن أدم أزنو يصر على تمثيل المتخب المغرب ويرفض الياس رغم حالة الإحباط التي تسيطر عليها يصر إلى أن أزنو المولود في برشلونة عام 2006 يحمل الجنسية الإسبانيا والمغربية وقد متل المنتخبي الإسباني في الفئات العمرية الأسو الصغرى قبل أن يختار تمثيل المنتخب المغرب في مارس 2023 وتعتبر هذه الخطوة والتطورات بمثابة اختبار جديد لإلتزام أزنو بتمثيل المغرب خاصة مع الضغوط المتزيدة من قبل الاتحاد الإسباني لإهتعادة اللعب وجعله أحد من نجوم منتخب الروخة مثل المين يمال وقع الإطار الوطني حسين عمهوتة عقدا يمتد حتى عام 2016 كمدرب لنادي الجزيرة الإماراتية نشر النادي الجزيرة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي اكس صورة من تقديم الرسمي لعمهوتة معلقا عليها رحب معنا بمدربنا جديد يصعدنا الإعلان عن التعاقد مع المدرب المغربي حسين عمهوتة لقيادة الفريق الأول حتى عام 2026 أعلن النادي الإماراتي يوم الاثنين عن تعاقده رسميا مع المدرب المغربي حسين عمهوتة وذلك بعد نهاية رحلته مع المنتخب الأردني الذي قاده لتحقيق الإنجاز التاريخي بالوصول إلى نهائي كأس أمم أسيا كانت المصادر قد أكدت تعاقد الجزيرة مع حسين عمهوتة في وقت سابق ونفت الأخبار التي ربطت اسم الإطار الوطني بتدريب نادي الجيش الملكي وجه إلترس عسكري المساند لنادي الجيش الملكي انتقادات اللذيع للقائمين على الفريق العسكري وخاصة بالدكر الرئيس المنتدب أبو بكر الأيوبي محمداً إياه إلى الجانب مكونات أخرى مسؤولية عدم التتويج العساكر باللقب في الموسم الكروي المنقد حديثاً أصدر الفيصل السريف الدكر منشوراً عبر صفحتي يقضى مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها الإدارة الفاشلة التي تضم أغبى وأسوأ ما جاد به التسير الرياضي في المغرب لم تكتفي فقط بعدم حماية الفريق من الكواليس والتحكيم هذا الموسم فالقامت بخلق مشكل كبير بعد وقعة مباراة جديرة التي أبدى فيها اللاعبون امتعاضهم من تركهم وحدهم يواجهون الظلم التحكيمي وأضاف وتجرأ الأيوبي على الاصطدام باللعبين وخلخل الاستقرار الفريق بفترة الحساسة هذا ليس بغريب على ينسان نسوي طبعاً لا تهمه سوى مصالح الخاصة أما الرئيس الفعالي العبقري الذي يريد الفوز بالأنقاب عبر اللجوء إلى السياسة التقشف والاختباء في مكتب طيلة الموسم ولا يظهر سوى في أوقات الخراءة فهو كذلك يتحمل جزءاً مهماً من مسؤولية هذا الإخطاق الكبير هذا الموسم عبر تهاونه في الدفاع عن حقوق الفريق وتهاونه وإهماله لواجبتها وأرضف الفيثة نفسها نوجه تساؤلنا لرئيس الفعالي حرم حول سبب غروب الجميعين المدرب والمدير التقني دا كورز وما الذي جعل الجميع ينفر ويتهرب من العمل مع هذه الإدارة تبقى وضعية الفريق غامضة ومستقبله غير مطمئنة وتابعت المصالدتها إن تسير الفريق بطريقة هذه وبمنظومة فاشلة لا تصلح سوى في تكانات وبرقاتية عسكرية قد أكل عليها الدهر وشرب لم يعد له مكان في العالم كرة القدم ولم يعد لديها ما تقدمه للفريق من الآن فصعراً ينبغي أن نعمل جميعاً من أجل تغيير الجدري داخل النادي ترجمة نانسي قنقر